أكد محافظ الأقصر مصطفى ألهم أن مصر تتخذ كل السبل لإنشاء مدن خضراء تراعي البعد البيئي بكل المقاييس العالمية لمواجهة التغيرات المناخية جاء ذلك خلال فعليات مبادرة الرحلة إلى قمة المناخ للمغامر المصري علي عبدو الذي ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمي جديد بموسعة جنس لأطول رحلة بدراجة كهربائية والتي يمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة وذلك في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل